أما بعد هين علما نحو علم الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده قد انتهينا في المرة الماضية من شرح معنى التوكيد لغة مصطلاحا وذكرنا مثالين مثالا للتوكيد اللفظي ومثالا أعصر للتوكيد المعنوي وبينا التوكيد اللفظي وأنه يكون بالتوكيد اللفظي يكون توكيدا لكلمة أو توكيدا لجملة أن نكرر كلمة أو نكرر جملة اليوم إن شاء الله تعالى عديثنا عن التوكيد المعنوي والحقيقة أن أكثر الكلام حقيقة في باب التوكيد هو عن التوكيد المعنوي توكيد المعنوي لن نكررها هنا نفس النفظة لا التوكيد المعنوي يكون بأنفاظ معينة ما هي هذه الألفاظ؟ ألفاظ معينة هي مثل كلمة نفس وعين وكلمة جميع وكلمة عامة وكلمة كل هذا الأول شيء كل ونفس وعين وجميع وعامة وكلا وكلتا كلا وكلتا وأيضا عندنا كلمة أجمع وتوابع أجمع وانترى أن الله فيك في معنى كلمة توابع أجمع هذه التي ذكرها ابن أجروم رحمه الله تعالى توابع أجمع يعني الكلمات التي تتبعها يعني تأتي بعدها توابع أجمع هي كلمة أكتع وأبتع وأبصع لكن ما معنى هذا هذه كلمة أكتع وأبتع وأبصع معناها في نهاية الأمر زيادة التوكيد فإذا قلتا بارك الله فيك مثلا جاء القوم كل لهم أجمعون ثم أردت أن تؤكد كلمة أجمع أو أن تتبعها بما يزيد التوكيد قلت أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون يعني لم يتخل منهم حضروا كله عن بكرة أبيهم كما يقال طيب هنا طبعا التوكيد جاء القوم كلهم هذا التوكيد الأول وهو مرفوع لأن أتبع هذا وأجمعون لأن هذا التوكيد جاء بعد كلمة كل وهو مرفوع بالواو ها هنا وكذلك أكتعون وأبتعون وأبصعون كل هذه مؤكدات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس كل هذا توكيد توكيد معنوي طيب إذن هذه الألفاظ المعينة كم لفظا لو عددت هنا ستجد أنها سبعة أنفاظ بعضهم يقول تسعة يعني إذا زدنا أجمع وأكتع وأبصع هذه ستكون عشرة يعني هذه واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة سمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر لفظا أو إذا شئت جعلتها ثمانية وهذه الثلاثة إنما هي في الحقيقة تابعة كلمة أجمع طيب جميل نريد أن يعني نمشي شيئا فشيئا مع هذه الألفاظ أولا كلمة كل الألفاظ التوكيد جاء القوم كلهم لو لاحظت شيئا أن هذه الضمائر أو هذه الألفاظ لابد أن يتصن بها ضميث هذا شيء مهم جدا إن أجمع وتوابع أجمع أن أجمع وتوابع أجمع لا يتصن بها ضميث لكن كل ستقول كلهم كلها طيب نفسه نفسها عينه عينها جميعه جميعها جميعهم عامته عامتهم كلاهما كلتاهم فهذه الضمائر كلها أو هذا عفوا هذه الألفاظ شرط ها هنا لا بد أن يتصل بها ضمير هذا شيء مهم جدا ما بد من الضمير في الحقيقة إذا عرفت هذا والتزمته هذا الشيء سيغنيك عن قواعد أخرى لم تذكر طيب فمثلا لو قلنا في جملة هذه الجملة كل الطلاب حضروا أين التوكيد هنا هل يوجد توكيد تابع يعني من التوابع أجب الجواب لا ينكر لماذا أن كلمة كل ها هنا لست توكيدا أنا قلت لك إن كلمة كل لابد أن يتصل بها ضمير السؤال هنا هل اتصل ضمير هنا بكلمة كل الجواب لا إذن فيلمة كل لست توكيدا تقول نعم لكنها أفادت معنى التوكيد نعم أفادت هذا شيء وعصر لكن في الإعراب والنحو هل هي جاءت على شرطنا الجواب لا فليست توكيدا والسؤال الآن فماذا سنعرفها كل أسألك الآن هذه هذه الكلمة كلمة كل اسم أم ثعل أم حرف كل اس اس وجاء في مداية الجملة هنا فكل تعرف مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف الطلاب مضاف إليه مجرور وعلامة جزه الكس حضر حضر في عام الماضي مبني على الضم الاتصال بوالجماعة ووالجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعد والجملة الفعلية في محل رفع أو رفع صدر إذن المبتدأ كل والخمر حضر كل الطلاب حضر جملة اسمية مبتدأ والخمر هنا كلمة كل ليست توكيدا مبتدأ كما رأيت لكن لو قلنا نفس الجملة حضر الطلاب كل كلهم أي نعم هنا توكيد لماذا؟ لأن عندي كلمة كل وضيفت إلى ضمير تحف فحفر حضر فعل ماضي مبني على الفتح لما حل له الطلاب ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة كل هذا توكيد معنوي هذا هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة في آخره تقول وهو مضاث ثم هذا هم تقول هم ضمير متصل مبني في محل ماذا؟ في محل مضاف إليه طيب المضاف إليه مرفوع ومنصو ومجرور مجرور إذن هو في محل جرس في محل جرس مضاف إليه فانتبه من هذا الشر هذا الشر مهم جدا سنحتاجه خصوصا مع كلا وكل وهذا الشر سيفيدك كثيرا في هذا الأمر مع كلا وكل طيب حضر القوم كلهم حضر القوم كلهم رأيت القوم كلهم سلمت على القوم كلهم طيب أكلت الرغيفة كله أكلت الرغيفة كله طيب هل يمكن أن نقول مثلا حضر الأستاذ كله هل يمكن غضر هل يمكن أن نقول حضر الأستاذ كله الجو لا يمكن ما يمكن أن الأستاذ يقولون في بعض الكتب أنه كل تؤكد المؤكد الكلمة التي تؤكدها لا يمكن أن تتجزع لا يمكن أن يأتي نصف المعلم ويبقى نصف الآخر لا فهنا ما نؤكد بكلمة كل سأقول حضر المعلم نفسه أو عينه طيب طيب لكن مثلا حضر الجيش كله حضر الطلاب كلهم لأن الطلاب يمكن أن يتجزع ويأتي بعضهم وبعضهم لا يأتي طيب نأتي إلى التوكيد بكلمة نفس وعين فتقرأ مثلا في المثال حضر الأمير ثم يقولون حضر الأمير نفسه هنا شيء الأمير نفسه طبعا هنا اتصل ضمير كما اتفقنا هنا شيء هل يمكن هل يمكن أن نقول حضر الأمير ني بنفسه نعم الجواب هنا يمكن يجوزا في كلمة نفس وعين حضر بنفسه أو حضر بعينه يعني تقول أريد هذا الكتاب بنفسه أريد هذا الكتاب بعينه أو أنا افترت هذا الكتاب بنفسه يمكن هذا قالوا طيب فيني عراب ماذا سنعرف قالوا الباء حرف جرف بنفسه اسم مجرور وكذلك الباء وعيني اسم مجرور ويقول هذا يقولون هذا حرف جرف زائد ويكون عينه هنا في محل يعني يعني مثلا هنا حضر الأمير يقول هذا بنفسه اسم مجرور بحرف الجرف زائد في محل رفع توكيد معنوي في محل رفع توكيد معنوي فانتبه لهذا الأمر هذا يجوز يعني يجوز في كلامنا أن نقول حضر الأمير نفسه حضر الأمير بنفسه طيب لو أتينا لمثال فيه مسنة فانتبه فنقول حضر الأميراني ولا الأميرين الأميراني مثنى مرفوع وعنمت رفع الألف حضر الأميران كيف نؤكد هل نقول حضر الأميراني يعني أنا افتر من هذه الاختيارات هل أقول حضر الأميران نفس نفسهما أم نقول حضر الأميراني أنفسهما حضر الأميراني نفسهما ما الجواب الصحيح الجواب الصحيح أن نقول حضر الأميراني أنفسهما هذا الأصح وعندما يعني نجمع كلمة نفس أو كلمة عين نجمعها على كلمة أنفس أنفس وأعين فلا يجمع على نفوس ولا على عيون حتى لا يظن بنفوس جمع النفس نفس الإنسان أو العيون يعني العين هذه الحاسة أسة الإبصار لا فلا يجمع على نفوس ولا على عيون إذن هنا هذا الجواب ليس بصحيح الأصح أن نقول حضر الأميراني أنفسهما ويمكن ويصح لا بس أن نقول حضر الأميراني نفسهما حضر الأميراني نفسهما ويمكن يعني قول آخر أو نقول حضر الأميراني نفسهما ممكن راجعها طيب تعال إذا أتينا بمثال فيه جمع حضر الأميراني الأميراني هذا جمع سنقول حضر الأميراء أنفسهم وهذا كما تراه كثير في كلام الله سبحانه وتعالى استعمال كلمة أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يظلمون أنفسهم يستعمل في هذا الجمع على وزن أث عل أن فس أع ين ولا يستعمل فرود مثل نفوس أو عيون لا يستعمل هذا طيب حضر الأمير نفسه طيب لو كان هذا مؤنثا سنقول حضرت الأميرة أنا أريد في هذا المثال أن أعطيك كل الأمثلة حتى يظهر عندك الأمر إن شاء الله وتعالى نقول مثلا حضرت الأميرة أو المعلمة نفسها وحضرت الأميرتان أميرتان ليس الأميرتين حضرت أميرتان أن أنفسهما وحضرت الأميرات أنفسهن أرجو أن يكون هذا واضحا هذا بالنسبة لي كلمة نفس وعين مع المسنى مع المسنى سنأتي بالجم أو نأتي بالمفرد مع ضمير المسنى وأما في الجم فسيكون مع استعمال أنفسهن والنفس السيء مع عين يعني حضرت الأمير عينه حضرت الأميران عينهما أو أعينهما حضرت الأمراء أعينهم نفس الشيء حضرت الأميرة نفسها حضرت الأميرة عينها حضرت الأميرتان أنفسهما أعينهما حضرت الأميرات أنفسهن أعينهن هذا بالنسبة لكلمة نفس وعيد الآن لو أتينا إلى كلمة جميع جميع نقول حضر الطلاب جميعهم رأيت الطلاب هل يمكن أن نقول حضر الطالب حضر الطالب جميعهم حضر المعلم جميعهم لا يقالوا هذا طيب المثال حضر الطلاب جميعهم أو نقول حضر الطلاب جميعا ما الفرق ما الصرق بين حضر الطلاب جميعهم وحضر الطلاب جميعا أين الذي يوافقنا هنا في باب التوكيد الذي يوافقنا الذي قلت إنه لا بد أن يتصل به ضمير هذا الذي معنا هذا توكيد أما هذا أليس بتوكيد لكن هل الجملة صحيحة نعم الجملة صحيحة لكن حضر الطلاب جميعا هذا يكون من باب الحال هذه إحعال منصوبة وهذه تدرسها في باب الحال إن شاء الله تعالى نعم حضر الطلاب جميعهم حضر الطلاب عامتهم نفس السيد لا بد من الضمير أما إذا قلت حضر الطلاب عامة فهذا ليس من باب التوكيد هذا حاج نأتي بعد ذلك إلى كلمة كنا وكلت هذا كما قلنا لا بد أن يتصل به ضمير هنا طبعا ضمير المسنى ضمير المسنى لكن كما لا يخفى عليه كما هو واضح أن كلمة كنا وكلتا يؤكد بهم المسنى ما نقول حضر الجيش كلاهما لا كلا هذا للمسنى المذكر كلا كلتا للمسنى المؤمنة فنقول حضر الطالبان حضرت الطالبتان التوكيد أن نقول حضر الطالبان إلاهما في المؤمنة عضرت الطالبتان كلتا هما طيب هنا كيف يكون الإعراب انتبه هنا هذه الألف في كلا وكلتا هذه هنا علامة إعراب عن أمة إعراب فكلا وكلتا هذا توكيد معنوي مرفوع لماذا مرفوع لأن الطالبان طالبتان فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسنى لف الشيء توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف طيب لكن لأنه هنا يقال عنه ملحق بالمسنى هو من المسنى يعني هو ملحق بالمسنى فلذلك كان الإعراب بالأنف ويبين لك ذلك أنك لو أتيت بمثال منصوب أو مجرور أن لن نقول كلا أمة تعال مثلا نقول رأيت أو نصحت الطالبين طبعا هنا رأيت رأى الفعل والتا ضمير متصل في محل رفع فاعل الطالبين هذا مفعول به منصو ولذلك علامة النصب النية أيضا لأنه مثنى إذا أتينا للتوكيد سنقول كلا أمة لا ساقرأت الطالباء الطالبين كلايهما الياء هنا يأي النصب إليهما طي كلايهي كلايهما يمكن لكن هذا يكون سقيلا الانتقال من الانتقال من الكسر أو من الياء إلى الضمة سقيل ومن يأتي من أعلى شيء ويريد أن يصعد مرة نصر هذا صعب وثقيل في الوطن العرب طيب في مثال المؤنث سأقول رأيت الطالب الدين آه كلتا هما لا سنقول كل كلتيهما كلتيهما ننتبه طبعا كلتيهما كلتيهما لها بأس ما كنا من أسهم أن نقول كلايهما طيب كنا في العرب كلاي وكلتي سيكون هذا توكيد معنوي منصوب وعلامة نصب هنديا لأنه مسن انتبه إذا جاءت كلمة كلا لم يتصل بها ضمير فليست معنا في باب التوكيد رحمك الله يعني لو قل هكذا كلا الطالبين حضر أو حضر كلا كلا الطالبين حضر وكلا الطالبين مجتهد ما يعرف كلمة كلا هل كلمة كلا هنا ستقول توكيدا لا هذه كلمة كلا جاءت في بداية الجملة هذا مبتدأ كما لو تذكر ما ذكرته في بداية حديثي قلت كل الطلاب كل هذا مبتدأ كلا كلا هذا مبتدأ مرفوح وعلامة رفعه انتبه الضمة المقدرة على الألف هنا هذه الألف في كلا أو في كلتا لن تكون علامة إعرابي مثل شرط أن تكون كلتا كلاهما وكلتا هما وكلتا كنيهما وكلتا هما شرط أن يكون بعدها الضمير إذا لم يكن بعدهم الضمير فلا سيكون الإعراب هنا بحركة مقدرة يعني هنا مبتدأ مرفوح على مرفع الضمة المقدرة لو كان منصوبا سأقول رأيت هنا الطالبين رأيت كلا الطالبين كلا سيكون إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة فتحة مقدرة فأرزع أن يكون هذا واضحا بقي عندنا كلمة مثل كلمة أجمع أجمع كلمة أجمع يمكن أن نؤكد بها مباشرة لكن الأكساب أن نؤكد بها بعد كل يعني أولا تأتي كلمة كل وبعد كلمة كل نأتي بأجمع هذا هذا الأصدر هذا الأصدر يعني أنت تقرأ قول الله تعالى فسجد الملائكة كل أجمع 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 أو جال في القرآن يعني أجمع أجمع أجمعون بأهلكم الآن تقول وعتوني بأهلكم أجمعين فأجمع جاءت هنا توكيدا مباشرا دون كلمة كل طيب لكن الأكسب طبعا أن يكون كل وبعدها أنه مع أيضا كلمة أجمع جموها أجمعون كما رأيت أجمعون لكن لو مثلا قلنا حضرت الأسرة عضرت الأسرة كلها نقول كلها جمعاء جمعاء هذا مؤنس أجمع وحضرت البنات كل البنات هذا جمع البنات كلهن نقول جمع جمع طيب جمع أو جمعوات جمع أو جمعوات جمع أو جمعوات جمعوات جمع أو جمع Brock يوم سنلا صلت جمعوات 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 جمعوة